ما آلت إليه الجلسة الخامسة لاجتماع مجلس محافظة صلاح الدين والمنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شباط الجاري والتي خصصت لمناقشة ما قيل عنه إخفاقات رئيس مجلس المحافظة أحمد لكريم هذه الجلسة ذاتها دليل إخفاق مجلس المحافظة فكيف لجلسة مختلة النصاب أن تكون قانونية وكيف لجلسة انتهت إلى إقالة رئيس مجلس المحافظة دون مشاركته فيها ودون أن يعطى حق الرد على الاستفسارات الموجهة إليه ويمنح حق الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه ستة أسباب تضمنها محظر جلسة إقالة لكريم اعتبرها مجلس محافظة صلاح الدين كافية لإقالة رئيس المجلس والمثير للسخرية أن جميع الأسباب الستة لا يمكن لأي هاو أو مطلع قبل أي سياسي أو قانوني محنك أن يشكك في استحالة بناء قناعات على إثباتها إلا من خلال لجان وتقص دقيق واستقصاءات عدة أما كان الأجدر بمجلس محافظة صلاح الدين وبدلا من إقالة رئيس المجلس أحمد لكريم أن يقوم بفتح ملفات الفساد المستشري في جسد المحافظة ألم يكن أجدر بأعضاء المجلس فتح تحقيقات حقيقية حول المليارات من تخصيصات المحافظة والتي لا يعرف مصيرها حتى الآن لماذا لم يفتح مجلس المحافظة الملفات المحالة للقضاء بحق محافظ صلاح الدين السابق من المستفيد من إقالة أحمد لكريم ولماذا تمت إقالته في هذا التوقيت بالتحديد وإلى أي نتائج ستصل هذه القضية ترجمة نانسي قنقر